فأعطاه الرئيس حقه من السناء عليه والمدح له كما ستسمعون هو احنا عندنا في الجيش يا كامل بل يتحقل على حد لا صحيح خليك وقت طب انا حقولكو كامل الوزير قال ايه والله العظيم قال انا تحت رجل مصر في اي وقت هنا برضو تأكيد على ثوابت اخرى او على ثابتين مهمين جدا صحيح يوم 27 فبراير لما حصلت الاربعاء 27 فبراير لما حصلت حدثة محطة مصر واتقام الدكتور رشام عرفات وزير النقل السابق باستقالته وقبلها مصطفى مدبولي الناس قالت يمكن مش في نفس اليوم بعدها انه كامل الوزير هو هيبقى وزير النقل وناس اكدت وناس نفت وناس قالت لا هو اكبر من ذلك لابد ان يكون رئيسا للوزراء ولكن النهاردة برضو الرئيس بتكلم عن كواليس ما يحدث في الدول انه هم كلفوا كامل الوزير بي ان يكون وزيرا للنقل يوم 27 فبراير دي او المعلوم لكن ايه اللي عطل؟ ايه اللي عطل؟ لانه انا عندي الدستور راسم مسألة التغييرات الوزرية يعني لو في وزير عايزين نعينه فالرئيس لازم يتشاور ده الدستور بيقول كده الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء ويتفقوا على الوزير ويبعتوا اسم الوزير لمجلس النواب مجلس النواب ينظر في امر هذا المرشح للوزارة في اول جلسة ولا بد من الموافقة على الترشيح بعدد اكتر من التلتين الموجودين في الجلسة العامة ده الدستور ده الدستور